وحدة مش ممكن هذه اول وحدة اسمها شيلو مشي بطعم الدجاج نهائي الجو برا حر وهواء فادخلنا داخل درجة الحرارة عندنا 38 يعني لازم تشقل مخيف كأني قاعد اكل صمونة الذراء السلام عليكم معاكم بدر بالفلوغ هذا بروح لشارع المطاعم يعتبر من اشهر شوارع الاكل بالكويت وقبل ما ابدأ اذا ما اوصيكم على اللايك والاشتراك ومشاهدة ممتعة الحين طالع من البيت ومتوجه الى السالمية وتحديدا شارع المطاعم بسم الله هذه الجنطة فيها كاميرتي الثانية فيها الباوربنك فيها المايك الثاني يعني هذه الاحتياط درجة الحرارة عندنا 38 يعني لازم تشقل مخيف وعلى رقم ثلاثة اقل شيء بسمع الهواء السال الحين وحدة واثنعش دقيقة صباحا والحين داشت شعر ببانزين السيارة السيارة صفرت للأسف بل عادي يوم ما قرصتني عقربة ترات 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 للحين انا في شارع البلاجات اي واحد جاي الكويت اكتب في جوغل ماب شارع عمرو بن العاص راح يوديك الشارع المطاعم على دور هذا الاشارة اللي راح تدخل على شارع المطاعم ولو تلاحظون مكتوب شارع عمرو بن العاص احفظوا الاسم شارع عمر بن العاص واول مطعم معانا هو كوردو بس فيه تفتيش قدام خلونا نخلص بنا بعدها نجي للمطاعم الثانية السلام عليكم هياك شكرا اليوم صراحة بجرب مطعم اسمه شيل ومشي عندنا هني فرش المنعش عصار واحد قص بعده شيل ومشي اللي راح نجيبها شوي ان شاء الله بعده عندنا بو مسعود جربت مرة صراحة ما عاجلني مطعم شموع الافراح هذا كل وجبات شعبية اسعارهم دينار ونص دينارين الحين هذا الدوار هو نهاية شارع المطعم اللي لازم نرجع بس فيه كم مطعم هني ابن الوزير جربت مرة صراحة ما عاجلني مطعم جاد اتوقع هذا مشويات لبنانية ومطعم لبناني فطاير على الطاير شركة افراح الخليجة الاصلي وعندنا هني بوليس استيك الحين نرجع من ابن الوزير نرجع ثاني مرة لشارع المطعم في عندنا هني فشري بطارق اللي يحب الفشري وهني عندنا كابوريا كوردو فرع الثاني بس مسكر دنيا بخاري هذي يعطيكم العيش داخل كيس صراحة ما عجبني مطعم جدا عادي ووب يبيع الوافل الحين هذا اخر قصة بشرع المطاعم في هني قصر الشموع مكارينا الفارس السحران والهان هذا سمغاني وفيه شموع الافراح والدوار هذا كل شارع المطاعم الحين نرجع لمطعمنا شيل ومشي الحراجين لمطعم شيل ومشي بنجرب عنده صمونا اسمها مش ممكن والثانية شيل ومشي وهذا هو مطعمنا شيل ومشي جايك الرئيس كيف الحال؟ لو سمحت واحدة مش ممكن وشيل ومشي وانت؟ شيلو هذول السمونا فنين؟ افضل فنين في اللحم والدقاء شيلو مشي لحم ومش ممكن لقاء فرنسي ولا؟ شيلو لبنان السعير التنفيفة لا مش عاوز لا ما بي ليه؟ ما بي ما بي باك اللي شغل فعني لو سمحت خلهم واحدة مش ممكن واحدة شيلو مشي وببسي واحد ببسي؟ ببسي واحدة شيلو مشي واحدة شيلو مشي واحدة شممكن عتبسي فطاط ما تبي؟ لا شكرا 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 لحين بجلب مطعم شيلو مشي طلبت وحدة مش ممكن ووحدة شيلو مشي بس قبل ما ابدأ بتكلم عن نقطة مهمة جدا انا مو مغيم للأكل هذا رأيي الشخصي والشي الثاني انا ما حب اصور الأكل بصراحة بس عشان الفلوك بصور لكم شي بسيط بقول بسم الله هذه اول واحدة اسمها شيلو مشي لحم فلفل أخضر اتوقع طحينة بسم الله بصراحة حلوة مكوناتها لحم بصل فلفل أخضر وفيها صوص حلو بصراحة شيلو مشي حلوة اعطيها سبع من عشرة واجربها ثانية مرة معنا مش منات نروح اليدي بعدها الثاني اللي معانا اسمها موش ممكن مكوناتها دجاج اتوقع ذرا وسوس كما نقول بسم الله مكوناتها كأني قاعدة اكل صمونة الذرة ما حسيت بطعم الدجاج نهائي الصمونة طعمها ذرا فقط ما حسيت بطعم الدجاج نهائي فاعطيها أربع من عشرة ومستحيل اجربها ثاني مرة خوية ما طلب معاي يقول مو مش تيأكل فيبي كيكة من سينوبون صراحة كيكتهم رهيبة خصوصا اللي بتدارسين هادي كيكتهم المشهورة بصراحة لذيذة هادي كيكت سينوبون المشهورة فيها دارسين ويبتنفي طبعا وهادي كاملة في الاحياب يلا نقول بسم الله ونجرب الجو برا حر وهو فدخلنا داخل طبعا كيكة سينوبون قسطورية نجرب القهوة الحين واو عشرة من عشرة تدروني ما احب القهوة وهني اكون وصالت لنهاية الفلوغ شكرا لكم على المشاهدة وشوفت ان شاء الله فيه فلوغات ثانية السلام عليكم موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة